دخول المستثمر الأجنبي وتقديم التسهيلات اللازمة له يسهم بقوة في إنعاش الاقتصاد الوطني وتسعى الكويت إلى جلب العديد من المشاريع الاستثمارية للبلاد ما يعزز من مكانتها الاقتصادية الدولية عندما تتكلم عن شركات عملاقة مثل IBM مثل الأمريكية مثل GE الأمريكية مثل ليماك التركية مثل هواوي الصينية يوطد العلاقات يزيد عملية التبادل التجاري ويساعد بشكل كبير أيضا لتقارب الحكومات مع بعضها نعتقد الكويت تتمتع بمكانة دولية متميزة وهذا ما تجلى في تصويت الأمم المتحدة بإيجاد مقعد للكويت الآن نريد أن نعكسها اقتصاديا فبلا شك هذه الشركات مؤثرة في بلدانها وجودها بالكويت وعملها بالكويت بلا شك سوف يكون لأثر كبير لتوفير الفرص الوظيفية لنقل التكنولوجيا وأيضا لأداء الكثير من الخدمات جوانب إيجابية عديدة بإمكان الاستثمارات الأجنبية أن تضيفها للعائد الاقتصادي أبرزها فتح قنوات جديدة في الإنتاج وتبادل الخبرات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية قضية أنك تفتح الحدود للمستثمر الأجنبي هذه يعني مفروغ منها أي نظام من مستوى خلية البيولوجية إلى مستوى نظام دولة إذا ما كان مفتوح ويتعامل مع الخارج ما ينمو وأحيانا يموت فبالتالي الاستثمار الخارجي هو جزء من الانفتاح على العالم وليس فقط الانفتاح المالي أعتقد الانفتاح الثقافي الانفتاح العلمي ولذلك نحرص مثلا على سبيل المثال في مؤسس كويت تقدم العلمي نحرص أنه في جميع برامجنا الموجهة للشباب أن يكون فيها أنصر خارجي شريك خارجي يساعدنا في جلب أفكار جديدة وجود مثل هذه الاستثمارات يساعد في إنعاش العديد من قطاعات الدولة عامة كانت أو خاصة فضلا عن دعم القطاع السياحي الذي يعول عليه كثيرا عبر عدة مشاريع قيد الطرح والتنفيذ في السنوات القادمة ليكون مصدرا رئيسيا للدخل وأحد بدائل النفط حسين الصايغ لتلفزيون المجلس